لو أنا مثلاً في عزومة وخرجة برّة وواخد ابني معي قعد بقى يكسر في حاجات ويتنطط يا ابني عيب كده يا ابني متعملش كده هو مستمر بيعمل كده دي بيبقى فيه قبلها اتفاقات هو أكتر حاجة بتجيب مع الولاد دلوقتي الاتفاقات يعني أنا رايحة على خروجة أو رايحة كده أولاً لو معي طفل يعني نصيحة بلاش نطول في الزيارة الولاد بتزهق برضو ما أنا أحطي نفسك مكانه هو الولد يعني إيه هتبقى المتعة بتاعته في الزيارة في بيت يعني مفيش متعة قوي فهو يعني ساعتين بيبقى مكسم بالنسبة لهو بيقى زهق طب يعبر عن الزهق إزاي اللي احنا بنسميه سوء تصرف طب يعني أنا برضو أكون يعني وعي بابني واشوف هو المدى اللي يقدر يعودها قد إيه دي نقطة النقطة التانية إن أنا أبقى عاملة معاه بنقول عليه اتفاق والاتفاق ده بيني وبينه مش أنا اللي خط الشروط ده حتى هو عنده ثلاث سنين يبقى فاهمه بيفهمه يعني أنا مش فاهمة إن هو فاهم بس هو فاهم أوكي أقوله إحنا رايحين لمكان فلاني أتقدم رأيك أيوة بس يعني بلاش في حاجة اسمها يعني إن أنا لما أقوم لي عليه لطلبات ده غصبا عنه بيعمله يعني رفض لحنا كبار كده على فكرة بالضبط لكن إيه رأيك هنروح الزيارة مثلا ساعتين إيه رأيك هنعمل إيه فأشاركه لما هو يشارك معايا في الحوار والاتفاقات هو بيلتزم وهل ممكن أجيب له حاجات معايا طبعا يعني كده الأمهات كتير بيعملوا كده بياخدوا حاجات سلية يعني أخد له كراسة وألوان شوف اللعبة بتاعتك اللي عايز تلعب بيها في الوقت دوت إيه تبقى حاجات أبضمنا إن هي مش هتبوز يعني مش هناخد كرة مثلا وإحنا راحين للناس في الصالون آه ده حل كويس جدا لو أنا عارف أنه هيزهق من بعد أول نص ساعة